أهلاً فيكم حبابي برج القوس رح نشوف شو هي توقعاتك العاطفية الكرة أمضت بائناً رح تكون من برج الشمسي والقمري والطالة وأيضاً تقبل العكس يعني إذا أنت عم تتعامل مع برج القوس ممكن تحسي أن بعض الأشياء اللي بحكيها طاقتها تكون مشابهة لطاقتك أو من طبقة على طاقتك ممكن دائماً طبعاً خود المفيد من القراءة خد فقط الأشياء الإيجابية اللي ممكن تستفيد منها من القراءة وترك الأشياء اللي تحسوا ما بينطبق عليك لأن القراءة عامة يعني مش رح تنتبق على الجميع فخد منها فقط اللي بيفيدك قبل ما نبلش بالقراءة رح ناخد كوت توضيحية وبعدين رح نشوف شو طاقتك طاقت الحبيب الحالية وشو خطواته ونواياه وشو مصير العلاقة بينكم آه بالمستقبل عشان تفهم الوضع أحسن ايها ما بينطبق عليك اللي تحسوس شو طاقتني فعلا طيب حنبلش بطاقتك أول يا برج القروس بالنسبة لطاقتك الحالي يا برج القروس عمشوف أنت ريتفكر بشخص معين شخص في الماضي عم تفكر بخسارة من مواع الماء أو في عندك حدا بحياتك عتتبره توأم أو رفيق دائم أو توأم روح وعم بتقيم إليه كتير من الشاعر عم شوفك أوراقك تلا تهدول أوراقة مائية أو أوراقة عاطفية بتخص العاطفة فأنت في شخص بحياتك حالياً عم تفكر كتير فيه وعيشوف أنه في حدا بدك يعني ممكن مش بدك تقبله عرب حب ولكن بدك يكون فيه من بينك وبين هالشخص علاقة أيضاً أم تحس بشوي من خيبة الأمل لأنه أم تحس أنك أم تشتغل على العلاقة مع هالشخص ولكن مش هم يتعود عليك بالمتيجة اللي بدك إياها بالوقت سريع هم تفكر بالجالب السلبي أكثر من الإيجابي وعن شوفك حزين حزين لشأن شخص ما في عندك شخص أنت حزين إن شاناً عم تفكر بالماضي ممكن تكون عم تفكر بأكس أو عم تفكر بعلاقة فكانت بينك وبين الشريك ولكن لسبب ما نجحت العلاقة ولكن عم شوف طاقتك حالياً يا برج المعقص وكثير عم تفكر بالشخص اللي أنت عم تتعامل معه بما نشوف طاقة الحبيب وطاقة الشريك الحبيب اللي عم تتعامل معه أو ما بيحب حدا يتحكم فيه ما بيحب حدا يسيطر عليه دائماً أو أنت بتحس أنه بيتغير بسرعة أو دائماً بيتحرك بسرعة الأمور ما عم مش واضحة تماماً أنت بتحس الأمور متقلبة مع هالشخص وابتتحرك بالنتيجة اللي أنت بدك ياها لأن مرة بتكون الأمور بينكم إيجابية وميحة ومريات بتكون سلبية أو بتكون الطاقة بينكم متوقفة واتفاهم بينكم صعب همشوف هو الحبيب في عقله الباطني السبب اللي ممكن ما خلى الأمور تنجح بينكم إنه هالشخص عمشوفه فاميلي أولينتد أو كتير بيهتم بالعائلة فهو عم يفكر هو بمطرح بحياته عم يفكر بتكون أسرة لأنه عنده هالشخص بده يكون أسرة أيضاً عمشوفه بالعقله الباطنية عنده يعني شخص اموشن للتور أو عاطفياً ناضج هالشخص همشوف أيضاً هو لا بيحب إن الأمور بينكم أيضاً مش واضحة مش فقط أنت ما بتحب إن الأمور بينكم مش واضحة لأنه بيشوف هالشخص إنه أنت شوي متناعب هون سفى نفس الاتصغ والشخص بيشوفك بيتخبي عليه أو ما بتحكي إلى إنه مصدق في أشيى هون بيشوف حياتك أو فيك أنت غير واضحة وهالشي thrill ممكن يكون من خوفه من إنه هو بده ارتباط والتزام اكتر من برج القوس عمشوف برج القوس برغم انه نشعرك كتير صادقة تجاه الشخص الى انه انت كمان ما بتحب حدا يرطك او حدا يحطك في بوكس معين او مطرح معين وانا عمشوف انه هو الهدف النهائي لها الشخص او نقول تبعه انا هو بده يكون اسره وغالبيا بده منك التزام بمعنى انه البعض لنكن برج القوس هالشخص بده التزام بمعنى مش فقط علاقة بمعنى يعني ارتباط رسمي لنه يمكن يكون خطوبة او ممكن يكون زواج فممكن يكون العلاقة شوية من اخبطة بينكم لانه هو بده يرتبط اسرع منك او في وقت اسرع منك لانا نشوف شو ممكن تكون سواب المشاكل بينكم او واحد من اسواب المشاكل بينكم او كيف ممكن تفهم الوضع بينك لحتى تحلو عندك هون انترابمنت يعني فيه انت وهو مطاقتكم مشتركة او انتو محضوطين في صندوق او مطرح معين انت وهو مردكم يا فيه شخص فيه شخص كتير عفوا منكم او بيحب يمشي على نمط معين فانت رح يعني انت بيختلف الوضع من شخص الاخر بس انت رح تشوف انه نره الشخص انه هو شوي عفوي اكتر بالعلاقة او ما بده التزال جدي حاليا يعني شوف انه هو مش مستعد الى التزال جدي وفيه طرف بده التزال جدي بده نمط معين يمشي عليه ايضا بده يحس انه فيه نهاية العلاقة رح توصل لالها لانه يعني فيه تكملة لاشي معين وهو بده يشوف انه العلاقة تكون انها نهاية ايضا فيه طرف منكم مع انه حالا يتواصل مع الشخص الاخر بطريقة روحانية ولكن الطرف الاخر رافض فكرة الحب او رافض اتقبل منه عارض او رافض التواصل معه عمشوف البداية بينكم طرف تركي العلاقة او مشا فيه طريق لوحده من اجل انه يحصل على بداية جديدة بالعاطفة وبلا انه اجت بتعقدكم هاي فصار فيه عندكم خلل بانه تبدل علاقة مياه اخرى لانه فيه طرف رافض فكرة الحب لانه عمشوف انه طريق ما فيه الى نهاية او ما فيه خط واحد او ما فيه ارتباط من نوع زواج او خطوبة او ارتباط رسمي لانه عمشوف فيه طرف بده ارتباط وفيه طرف بده شوي ياخد الامور ببساطة وبده يتمهل اكتر باخد الامور طيب انا نشوف طاقتك انت في المستقبل او شو عم تفكر فيه عندك ناتينجو فانت رح تترك شخص او رح تترك تفكير معين بحياتك انت عم تشوف انه قبطل يفيدك فيه ايضا عندك فطاقتك بالمستقبل طاقة كتير عمشوف افضل لانه انت عمشوفك ايضا ايضا ازا انت زعلان من هالشخص او ازا انت من الجروح من هالشخص عمشوف انه انت مستعد انه تترك اللي يسار بالماضي وتخليه يعني بالماضي انك تتركه بالماضي لانه عندك ثري اوف سورت ثري اوف سورت بترمز الى انه انت يعني كنت كان فيه جرح عاطفي من هالشخص انجرحت من هالشخص الشخص هتزعه لك ولكن عمشوف انه انت مستعد تترك بعض الامور او بعض المنازعات الدجدالات اللي صارت كله كله الشخص تتركها بالماضي عمشوفك ايضا ايضا اتحاول اتوفق بين شيئين بحلاتك عمتحاول اتوفق بين ممكن شخصين ممكن عمتحاول اتوفق بين العاطفة والعمل لانه ممكن اذا برج القوس مش انت اللي بدك الارتباك ممكن انت وبدك الارتباك لانك ممكن مركز على الوضع المادي كتير او عم تفكر حاليا بكيف تتكون نفسك من ناحية المادية اولا بالذات اذا مثلا برج القوس رجل عمتابه ممكن يكون غير مستعد الى الارتباس ودعاك سين الشخص اللي عم تتعامل معه ايضا بدي احكي بالابراج اللي ممكن انتتعامل معها ممكن تكون عم تتعامل معه ابراج مائية ابراج ترابية ابراج هوائية بس بالاغلب في عندي اوراق مائية فممكن ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه كتير حساس او في كتير مي بالخارط الفلكية تبعته اوضا خلينا نشوف خطوات الشريك المستقبل او خطواته المستقبلية سولات هالشخص عم يبحث عن رفيق الضرب او عم يبحث عن شريك يخور معه رحلته في الحياة عم شوفه مقدن او بطو بداية عاطفية جديدة معك عنده اس of cups فهالشخص عم ال queen of cups ايضا هالشخص عم يتمح الى بداية جديدة معك ايضا عم نشوف هالشخص في الباب القليل بمعنى انه هو مش من النوع اللي متطلباته ممكن تكون كتير انه الباب منكم ممكن تفكر انه هو ممكن تفكر انه هو متطلباته كتير او عم يتقلب منك اشي كتير ولكن هو عم شوف انه الاشي اللي كتير نركز عليه هو فقط شخص او رفيق درب يكون له لانه اغلب تفكيره تفكير عاطفي فهو عم نشوف هالشخص بيهتم كتير بالمادة ممكن نكون ايضا شخص اه روحاني اللي عم تتعامل معه هنشوفوا اكتر اشي ركز عليه ومهتن فيه انه هو طبيعة التواصل بينكم ومدى التزامك ما راه الشخص مشاعرك تجاه الشخص وحقيقة مشاعرك هاتجاه الشخص ايضا عم نشوفه بالمستقبل بده بداية عفوية معك جديدة انا عم نشوف انه اه ممكن هو شخص كان في الماضي كتير جدي او انت حسيت انه كان كتير جدي انه اذا ما نشيته الامور مثل هو بيليد بيفركش الوضع او بيترك العلاقة عم نشوف انه هو بالمستقبل رح يحاول ينظر الى الامور بطريقة شوي ايجابية شوي فليكسبل اكتر او مرينة اكتر من ناحية نظرتول العلاقة بينكم ونشوفوا ايضا بالمستقبل هالشخص عم ينتظر يسمع منك خبر لانه في عنده هالشخص عم يستمر رسالة منك عن يستمر خبر منك او عن يستمر بضاية جديدة معك هنشوف هو اه اه عن يتقدم من ناحية او بحيركز على وضعه العائل او وضعه المانتي ولكن في عقله الباطني لسه عم يستمر خبر او عم يستمر ممكن انت هو مش عم تتواصلوا نهائيا للبعض منكم مش عم تتواصلوا نهائيا والشخص بدو يارف فقط انت شو هي اخبارك يعني شو التطورات اللي صارت لك شو الجديد في حياتك يعني بدو مثلي اتطمم على وضعك كيف هو الميح او اللع اشي كتله هيك طب بالنسبة لتعقدكم المشتركة بالمستقبل شو نمكن رسول هالتيتشبال ايو ف الواضع بينكم بيتطلب مرونة وايضا بيتطلب انه تتقبل تتقبلوا بعد مثل ما انتم هنشوف انه بدكن تكونوا اكتر للمستقبل مريمين مع بعض هذا المسبة لكرة النصيحة اما اللي بيصير بالمستقبل بينكم جميع الكروت هاي كروت عاطفية فالوضع بينكم عاطفيا رح يكون كتير ايجابي في بداية جديدة من الناحية العاطفية رح تصير بينكم ايضا اغلب الكروت المائية اللي اجتلكون من الرقم الكبير او king of cups يعني ف king of cups افضل من افضل كروت الحب لانه المشاعر بتكون مشاعر عميقا الاهتباط وسيكون يكون على المدى البعيد ايضا فيه رح يكون كتير من التعاطف لما ان الاوراق كتير مائية اجت فرح يكون فيه كتير حساسية بينكم كتير تعاطف بينكم يعني حتى اذا صار فيه اولاق او اذا صار فيه بينكم او الجدالات او مشاكل انا نشوف ان فيه مجال لمناقشة الامور بينكم لحل الامور بينكم وحتى يعني لوجود فرصة انه تشرح الوضع بينكم فيه رح يصير بينكم عادل بالاخد والعطى او انا عندك سيكس او بنتكولز هون فانت وهو رح توصلوا لمرحلة انه تفهم او تفهموا الكمال انه يعني بدك تعطي على قد ما بتأخذ او اشي هكي هيك بالذات من الناحية العاطفية ايضا امشوف انه اذا صار فيه بينكم جدال بالمستقبل او المشكلة والمستقبل او العدم تفهم بالمستقبل الطريقة اللي رح تحلوا فيها الوضع او رح تحلوا فيها النقاش رح تكون طريقة متشور او طريقة ناضجة مش رح تكون فقط يعني رح تحكم على الشخص او رح تحكم على التواصل مباشرة لا رح رح تتناقشوا مع بعض في الموضوع حتى توصلوا الى ناتج يفيد او تستفيدوا فيه مال بس من الناحية العاطفية عندك او اربع كروت مائية اجبت لك كروت التوضيحية فالوضع بينكم من الناحية العاطفية كتير ايجابي ايضا امشوف اه من الناحية المادية او من الناحية التوفيق بين العمل والعاطفة امشوف انت رح تتو اهتمام اكتر الى العلاقة بينكم الا انه امتفكروا فيها اه المدى البعيد او بدك انت هو توصلوا العلاقة هاي الى المدى البعيد او الى الى انشاء اسرع وانشاء ارتباط جدي بينكم اوكي حبايبي برج القوس اتمنى قراءة تكون فادتكم وحبيتوها اذا حبيت الفيديو لا تنسى تحط لي لايك بكومنت شير ار سبسكايب اتفعل جرس الاندار حتى يوصلك كل جديد انشاء الله رح شوفكم في فيديو قادم شكرا لكم جميعا اشتركوا في القناة